النظرية هذه وهو أنه في كل مفردة من المفردات التي عرض لها القرآن قلنا بالأمس أن هناك أمور عرض لها القرآن أو لم يعرض لها القرآن لا علاقة له بها وإذا عرض لها عرض لها بنحو هامشي وإلا بنحو أصالي وأصلي وبالذات لم يعرض لها القرآن القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا الطب ولا تجربة ولا كومبيوتر أبداً القرآن كتاب هداية للبشر إن هذا القرآن يهدي لأي شيء للتي هي أقوى هذا القرآن لكن لا يقول لي مباشرة أن هذا القرآن يهدي لأقوام الإمام الصادق يقول يهدي إلينا نعم مصداق من مصادقها بل أتم المصادق وأوضح المصادق هذا مو تفسير الآية من الأخطاء الشائعة مو تفسير الآية القرآن يهدي أولاً نعم أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى أهل البيت لماذا؟ لفهم القرآن وسيأتي إن شاء الله أن دور أهل البيت دور ماذا؟ دور الإرجاع إلى القرآن وفهم القرآن سيأتي دور السنة الآن خلنا أفهم ماذا دور القرآن؟ إذن أعزائي نأتي إلى القرآن ونستع ونعتني ونقف على الأسلوب التجزيئي ثم الأسلوب ماذا؟ الموضوعي وقلنا فيما سبق أن هذا الذي يقال أن التجزيئي في قبال الموضوع خطأ بل الموضوعي في طول التجزيئي يعني أنت ما لم تفهم الآيات تجزيئياً لا يمكنك أن تفهمها ماذا؟ موضوعياً فالموضوعي في طول التجزيئي والأعزائي بعنطيناهم مناهج تفسير القرآن هذا الكلام بشكل واضح ميزنا بين المنهج وبين الأسلوب ونحن نتكلم الآن في الأسلوب لا في المنهج وقرأنا في هذا الكتاب مناهج التفسير غير أساليب التفسير جيد